اشتركوا في القناة في الوقت الذي لا تزال فيه عائلة الرئيس الأسبق ملتزمة بالصمت ولم تصدر أي بيان رسمي بشأن الوفاة كانت ترددت أنباء اليوم السلساء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك خاصة مع تدهور حالته الصحية مجددا ودخوله العناية المركزة يذكر أن علاء مبارك كشف عن أن والده الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات نتيجة إصابته بوعكة صحية علاء مبارك قال في تدوين له عبر موقع تويتر دعايا الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يرب وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن الصحة والده قائلا ما زال في العناية المركزة وأكد عدد من المقربين من أسرة رئيس الأسبق محمد حسن مبارك وفاته منذ قليل عن عمر يناهز الواحد وتسعون عام في النهاية بشكركم مشاهدين متابعينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة